عرفت الدولة العباسية عصرها الذهبي خلال عهدي هارون الرشيد وابنه المأمون إذ نشطت الحركة العلمية وازدهرت ترجمة كتب العلوم الإغريقية والهندية والفهلوية إلى اللغة العربية على يد السريان والفرس والروم من أهالي الدولة العباسية وعمل المسلمون على تطوير تلك العلوم وابتكروا عدة اختراعات مفيدة كما ازدهرت الفلسفة الإسلامية واكتمل تدوين المذاهب الفقهية الكبيرة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية عند أهل السنة والجعفرية والزيدية عند الشيعة وبرزت الكثير من الأعمال الأدبية والفنية مثل كتاب ألف ليلة وليلة وغيرها وساهم أهل الكتاب من المسيحيين واليهود والصابئة بهذه النهضة الحضارية وبرز منهم علماء وأدباء وفلاسفة كبار ترجمة نانسي قنقر